موسيقى مساء الخير مساء العقلي والمنطق ليحكم الإخوان هم يعبثون الآن كل على كرسيه في القصر والميدان مشرع مفوه ومبدع فنان في كل يوم بدعة للناس أو فرمان يبز في سلطانه حكم بني عثمان لا الشرق شرق بعدهم لا روح لا إنسان والغرب عض أنمل منكسر ندمان حسب يقول خائبا ما كان في الحسبان وهل أقول إذ أرى بعد أنا الطوفان حاشا وقلبي قلق بئسك يا لبنان فالشمس فيك أيبست ما كان أخضر كان خطانها في يده من غيره السلطان وليلك الشعر ندى سمناره من جان وبعض من على الكراسي عجز خوتان ظنوك في أيديهم خواتما سبحان خالقهم وما هم هوامش الديوان مستنسخون عن رجال ليتهم خصيان أشباه قمح هم زؤان بزؤان زؤان فاض المكان زمرة من خارج الأزمان بمثلها ما جاد فكر لا ولا الأكوان ساد الظلام جيشه فاستعوض الشيطان والجهل سر باسما بات له أقران من ذا يحدث التقى بعد عن الإيمان أيا ربيعا كاذبا وقت الحقيقة حان قيل ولا إكراه في دين لو الديان شاء لكانت أمة واحدة شتان بين الذي قيل وما يسنه الفتيان والغدو شاهد لحق بالهدام الآن لا لن يضيع فالحياة وقفة الشجعان في وجه باطل ولو ساعته دهران لذا أقول واثقا لن يحكم الإخوان استهللت الحلقة بقصيدة قديمة كانت موقفا ربما حادا من محاولة بذلها كثر في الغرب والشرق لتشويه الإسلام مستندا فيها إلى ما جاء في القرآن الكريم من آيات تناقض تلك المحاولة الخبيثة المحاولة الخبيثة لم يكن ما سمي الربيع العربي وحده المنفذة إلى تحقيق ما تصف إليه تلك المحاولة إذ إن في التاريخ القديم منه والحديث محاولات كثيرة سعت إلى تلك الغاية ولكن بوجود قامات نيرة تعمل العقل والمنطق وتجهر بالحق على رؤوس الأشهاد لا خوف على الصراط المستقيم وضيف حلقة نقطة فاصل اليوم هو من تلك القامات التي تستقي من الينابيع الحضرية والتاريخية للرسالات السماوية وقد ترجم مفاهيمه وأفكاره وأبحاثه ونظرته في كتابين الينابيع في المسيحية والإسلام ومحمد نبي الإسلام والمسيحية في قراءة بالعقل والمنطق لا بذهنية حولت الفكرة الدينية نظاما مؤسساتيا روتينيا تصادميا يرفض التغيير ومراجعة التاريخ يسر نقطة فاصلة في عيد البربارة ومن دون أي قناع وبالوجه الحقيقي أن يستضيف المربي الكاتب الأستاذ أديب نصر الدين أهلا وسهلا فيك أهلا فيك بسرني أن أكون ضيفك يا أهلا فيك وضيف هالشيشة العزيزة علينا وأهلا وسهلا شوفينا نقول لك غير هيك يلا عنا هالمساحة الزمنية نعب فيها أفكارك باللي تفضلت فيها باللي قلته أنا بالحلقة ورح تتفضل في حضرتك بالأشوة منوضح بالبداية أستاذ أديب أنه هدف الحلقة ما نوديني ولا طائفة إنما هو إضاءة على اللي حضرتك بتعده النواة الأولى للمفاهيم المشتركة والمتجن السلة سكان ما بين النهرين وجزيرة العرب وبلاد الشام وواد النيل لأنه هونيك بيّنت القناعات العبادية المميزة والخاصة بالعرب وعكس باكرا مفاهيم الفلسفية والأخلاقية شو مضمون هالنواة باختصار قبل ما نفصلها بسيئة الحلقة بالبداية خلينا نقول إنه منطقة نشوق الحضارات وين؟ مين وصفها؟ مين درسها؟ كتار؟ أوروبيين، غربيين، عرب، مصاروي، عراقيين، لبنانيين كان هناك إجماع إجماع لدى كل هؤلاء المؤرخين بأنه منطقة نشوق الحضارات تمتد من وادي النيل وبشكل خاص دلتا النيل، بلاد مباني النهرين، سوريا، يعني شرق البحر الأبيض المتوسط أرنولد توينبي بكتابه دراسات تاريخية بيقول إنه قبل مئة ألف عام بدأت عملية تصحر للجزيرة العربية ومحيطة هذا التصحر امتد لحدية عشر تلاف سنة قبل الميلاد طبعاً كان هناك هجرات لم يلحظها التاريخ قبل العشر تلاف لكن من عشر تلاف سنة العصر البليوليتي بدأت هجرات مؤرخة باتجاه بلاد مباني النهرين أو الأنهر أحواض الأنهر في العراق وصوريا ومصر وشكلت حالة حضارية عبر هالهجرات هذه وطبعاً نعرفها بدون ما نعددها ما كان في الأديان ولكن في شيء طبعاً ما كان في حضارات ما كان في عصر كتابي يعني كان هناك ترميز يعني بالعصر الأنيوليتي كان هناك ترميز للألوهة هذه الألوهة كيف نشأت؟ نشأت من تعاطي الإنسان مع الطبيعة هناك من يقول أن الطبيعة هي أول وحي للألوهة هي أول وحي لأن الإنسان تعاطى معها بالزراعة بالريء بالصناعة من هون صلاة الاستسقاء والأضايا نعم نعم الخوف والرغبة في تنمية الحياة هي اللي كانت تدفع هذا الإنسان إلى الألوهة إلى تصوير الألوهة نعم إلى تصوير الألوهة بيقول لأرنولدت وين بأنه التحدي هو مفتاح الحضارة وكيف بيشرح المسألة بأنه إذا قوم صار عندهم تحدي فبيلجأوا لطريقتين إما أنه بيبقوا تحت نير هذا التحدي أو تحت ضغط هذا التحدي وإما أنه بيلجأوا لأسلوب آخر الخروج من هون فسر الهجرات الهجرات من الجزيرة العربية باتجاه الأودية المائية أكثر من هونري فرانكفورت مثلا بيقول أنه هذا هو حضن حضن الحضارة العالمية هونري فرانكفورت عم يحكي عن ويد النيل وبلاد ما بين النهرين هونذي اللي سميتون هون اللي سميني طبعا لا ما بيبعد كثير قصة الحضارة ويلد يورينت عن هذا المعنى أكثر أكثر غوستاف لابون غيرهم كثير أكدوا وأجمعوا طبعا هناك من المؤرخين العرب جواد علي العراقي أحمد سوسة صاحب كتاب العرب واليهود في التاريخ وغيرهم من في البحثة في عدة كتب تاريخ لبنان تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين وتاريخ العرب الكبير يؤكدون كلهم هذه هذا لا يعني أنه هذه الأرض ما كانت يعني فيها ناس أو فيها حركة رح نحكي عن هذا الموضوع بهمني هلأ هالنوات هاي هي بداية الحضارات نشأت من هون الهجرات اللي صارت بعض التصحر وصار فيه مجتمعات نقصمت كأنهم كأنهم منقص الواحد كلهم ولكن تفرقوا بهالمنطقة بس أنه سؤالي هون أنا استطرد وبنسبة السؤال اللي كنت عدوا هالمنطقة أنا تعيخد لبنان منعرف بكسار عائل بأنت الياس فيه الإنسان الأول فيه جدة طفل ثمين سنوات عم ثمين سنوات يبدو انسرقت وفيه فك مرأة عجوز بيعود تاريخهم ليا بين 40 ألف أو 60 ألف سنوات لما رحنا عملنا مرة حلقة بنهر الكلب المشرفة على الموقع بتقلي أنه هون فيه مجتمع أثار لمجتمع من 100 ألف سنة بنهر براهيم فيه مجتمع 300 ألف سنة بكامد اللوز فيه دراسة بتقول 800 ألف فيه دراسة بتقول مليونين هالحالة أي هجرات بتجي مش هي رح تطغى على المقيمين الأصليين هون كيف تفسر لهذا الموضوع أنت نقول الهجرات هي اللي عملت كل شيء بس كان فيه ناس هون كان فيه ناس هون وكان فيه ناس كمان أيضا هناك مجتمعات كانت لا تزال موجودة بوادي النطوف بفلسطين واللي هي أهم حضارة سبقت السومريين والبابليين وكان عصمة أريحة بين أهلالين وهي أقدم بلدة أو قرية في التاريخ وكان فيه طبعا بوادي بلاد ما بين النهرين وحوض النيل لكن هذه الهجرات لم تكن هجرات بأعداد كانت بأعداد قبلية جارفة فلما طلعوا الكنعانيين مثلاً واستقروا بلبنان وفلسطين والأراميين بسوريا هذه الهجرة الكبيرة تغط على أولاً لأنه جيبي معها أعداد بشرية كبيرة وتانياً حاملي معها حضارة تانية طبعاً ما كان فيه حضارات مبلورة ومؤرخة ما كان فيه قبل الكتابي أو قبل الترميز من هون بتقدر نقول أنه طبعاً بعدين دخل لبنان مثلاً الأيطوريين في عصر الميلادي ودخل لبنان بعدين العرب دخل دخل لك هايدي كل اندمجت هذه الشعوب تشكلت الشعب العربي أو ما يسميه شلوزر النمساوي الساميين وطبعاً هو اعتمد على التوراة بقول أنه سام بن نوح لذلك سمه الساميين وهايدي فيه إشكالية لا يعني مش صحيحة من هون حضرتك بتقول بتعتبر أنه العرب هم أصل هالمنطقة بتفضل مصطلح الأصل العربي على مصطلح الأصل السامي وبتتحدث عن الهجرات اللي هلأ حكيت عنها من شبه الجزيرة العربية لهون هل رأيك معلش هون بيسترد لوقية تاريخية أشارت لبعضها أما بينطلق مثلاً من عائدة فكرية أو سياسية لأنه في البعض بيسقط الأحداث التاريخية أو بيحاول يبرر الأحداث التاريخية وفق هواه السياسي أو العقائد يعني هذه الشعوب يجب أن يكون لها هوية نطلق بهويتها من واقعها اليوم أنا ما فيني أقول أنا ما فيني أقول أنه الأم الكنعانية ما فيني أقول الأم الأرامية ما فيني أقول الأم الأمورية شعوب كانوا يعني هنا you know هذه شعوب شعوب هذا المنطقة هذي trampق اليوم هي المنطقة العربية هالشعوب الطلعوا من المنطقة العربية على المنطقة العربية وانتشروا فيها فهي إذن شعوب عربية ليش بدي سميها سيمية نسبة لشخص كانت صحيحاً أو غير صحيح هذه النسب هذه الأنساب صحيحة أو غير صحيحة نحن اليوم ننطلق من واقع جغرافية عربية لذلك هذه الشعوب أتت من منطقة عربية إلى مناطق عربية أخرى بحلقة أنا بدي أرجع للسؤال الأول اللي بقول فيه إنه شو بتقصد شو نهاية السؤال الأول صحوى هالنوات أو جوهر هالنوات نوان مصلت يعني طبعاً وصلت إلى الدينية نعم بحكي إلى التوحيد والنبوة وكيف أتى التوحيد من كان أول الموحدين يعني طبعاً الينابيع في المسيحية والإسلام أنا تتبعت خطوات مثل ما غيري كتير من طبعاً الباحثين اللي سبقونا أصلاً الدين الليهوت الدين بدأ من تعاطي مثل ما قلنا الإنسان مع الطبيعة نعم هذا بكتابك الينابيع في المسيحية والإسلام صح فأول ما الإنسان بدأ يطلع على الخلق شايف المرأة المرأة التي تولد وصور الكون هذا هو غليف الكتاب نعم هذا صادر بال93 95 نعم صور أن هذا الكون هو المرأة لأن هناك تشابه وتجانس بين طبيعة المرأة ووظيفتها مثل طبيعة الكون ووظيفته فالمرأة تلد وترضع ولديها مقابل أو تجانس مع القمر فدورتها الشهرية قمرية والقمر كان عم يلعب دور والقمر طبعا كان نوع جزء من أو شريحة من هالمجتمعات تقدس القمر لدوره لدوره بالمد والجزذر عبر المرأة للرعي في الليل الأخير الآن لدينا تمثال من تل حلف لمرأة ضخمة لجسم مرأة ضخمة تل حلف وين تل حلف في شمال في شمال نهر الفراط نعم يعني بالمنطقة ما بين النهرين ايه بالشمال كنا يعني عن مرأة نهديها كبيرين وبطنها يصلان إلى بطنها ويصلان إلى ما اسماه البعض بمثلث الخلق تدليلا على الخلق هذه ببداية الأفكار كان يقابله لدى السومريين النجمة المثمنة والنجمة المثمنة مش المسدس نحكي عن المثلث إذا بدنا يقول عنها أنتوان مورتاكار بأنه تمثل الكون بجهاته الأربعة وجهات الفرعية الأربعة وظل هذه النجمة المثمنة المثمنة ظلت مرجع للعصر البابلي وهذا المرجع يعني الألوها وعندك كتابة رسائل أو النصوص كان يوضع على الزاوية النجمة المثمنة كما يبدأ المسلم بأي كتابة بسم الله الرحمن الرحيم فأي كاتب أو ملك أو أمير كان يريد أن يرسل رسالة كان يوضع هذه الإشارة المثمنة على الزاوية لبل وجد بأقحاف الكؤوس بوادي النطوف بفلسطين في فلسطين والتي هي عصمتها أريح ما تنقلنا النجمة المثمنة بشكل دائم حتى أنه لوكال إله البابليين لما كان يروح على الصيد ويمثلوه راكب بمركب صيد النهري يبدو لأنه ممثل بمركب كان على الزاوية في النجمة المثمنة وكان معلق على كتفه نجمة مثمنة ضمن هلال ضمن هلال صليب مش نجمة مثمنة صليب وهلال وهذا الصليب والهلال عمره قبل الميلاد بخمس تلاف سنة لا ينزل حتى شو رمز الصليب هلأ بنحكي بس خليني مرق هاي هاي النجمة المثمنة لما العرب طلعوا من الأندلس إجا الأمير أو الملك رجار الثاني طلب منهم لأنه بيعرف كيف الأرابيسك الأرابيسك نعم الأرابيسك فطلب منهم يزخرفونه ثقف كنيسة وإلى اسم نيسي اسمه عندي صورتها بالكتاب نعم رسموله نجمي مثمنة وكتبوله عليها مكننا لك النصر مكننا لك النصر باللغة العربية إذن النجمة المثمنة أي الألوها استمرت من السمريين للبيبيليين للعرب للأراميين وصلت للأندلس وصلت للأندلس وصلت للإسلام والمسيحية هذه الألوها التوحيد الرغم أما زبنا نحن هي يعني سمرت انتقال تدريجي من المفاهيم الأولى لمفاهيم مثل ما عم تتفضل وتقول تتعلق بالتوحيد والنبوة خليني بس وهذا هو جوهر كتابرس اللي نبيح في المسيحية بعد في شيء بدي أقول وفي مصر وفي دالتا النيل بالضبط كان المصريين يعتقدون بإله واحد مطلق ذو وجوه متعددة والإله هذا اسمه نترو ويعاونه نترون يعني كان هناك إله وهناك وسيط نبي رسول ابن سمي ما شاءت ينظم شؤون الأرض هذا كان موجود كمان بلاد ما بين النهرين يعني لوكال ما أطلق عليه اسم لوكال جوستاف لوبان أنه كان مساعد الله في الأرض ويقال أو يمثل وجود الله في تمظهرات الأرض الكرة الأرضية أو الإنسان يمثل يعني تغلغل هذه الروح الإلهية بالنسيج الموجود هذا النسيج المادي والبشري من هون أحدهم يقول أن الإنسان إذا ارتقى إذا ارتقى 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 قد يصل إلى ما قبل الألوها هذي شجرة بورفير معروفة كيف ببلش فراغ جمال وبعض الفرق الإسلامية نبات حيوان إنسان إنسان عبقر يعني أقرب شي لأ الله وبعض الفرق الإسلامية الصوفية بشكل خاص يمثلون هذا التدرج بالانتجام مع أوصاف الله إذا أبنا نقول طيب وقصة النبوة يعني هاو دي عم تعتبرون هذا ممثل الله على الأرض تعتبرته النبي يعني عم يلعب دور النبي نعم أو رئيس حكومته على الأرض إذا صح تعتبر هل بهالكل شي يحكي فيك مسألة بحب توقف عندها وبتشغلني عطول بضل بحكي فيها بتؤمن شي أو بتعتقد شي بقصة الأعراق هل في أعراق هيدا آره ديك سامي ديك حامي ديك أصفر ديك يعني أليس المناخ بس نعم حتى نعطي كل شي حقه أليس المناخ والأرض والتربة وبحسب جواد بولوس المؤرخ العظيم هي التي ميزت مثلا لون إنسان عن آخر العراق كما يقول أديبنا الكبير جواد بولوس حقيقة الأعراق ما هي نحن ما فينا نقول عرق سامي ما فينا نقول العرق سامي في نقول مجموعة من العرب أو مجموعة من الساميين أو مجموعة من البابليين أو قوم كمين ما فينا نقول في عرق آري يعني ما هو العرق الآري اليوم أنا عم بقرأ وبتشوفه وغيري شوفوا إن العرق الآري مجموعة من القبائل إجت من من شمال الهند وعلى إيران على قوقاز ومن القوقاز على أوروبا الشرقية ومن أوروبا الغربية راحز على أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية وبشكل خاص وفي زمن هتلن ألمانيا ألمانيا واعتبر وبنى عليها نظريته أش بنا نسميها النازية ما في أعراق بمعنى أعراق الأعراق هي كتل بشرية تنتمي إلى منطقة جغرافية ممكن نسميها ممكن نقولها يعني البعض بيقول أنه إذا بتطلع على ابن البرو وبتطلع على المونغوليان ابن منغوليا وجون واحد بيختلف اللون وهون بيحكوا عن هذه النظرية أنه الناس من زمان قطعوا على الجليد من أوروبا تنزلوا على أمريكا ووصلوا لأمريكا اللاتينية طلع بالوجين نفسهم بس واحد شوي على مائل إلى السمرة عسب المناخ وديك على أحمر على أصفر ما فيه فنيقيين بالقارة الأمريكية فيه شكوك عليها فيه دراسات وفيه شكوك وفيه شيء ما بعرف إذا مزبوط نحن أنه هذه الألوها هذا التوحيد بالألوها رغم أنه صفات الإله كان يعطوها إلى آلهة يعني تقول عشتار البابلية هي غير عشتارت تبيتنا عشتار سمري عشتار البابلية عشتاروت سمت عشتاروت بيقول البروفيسور أنتوان أسيس اسمه عشتارت هذا الاسم الأصبط يعني خلينا نقول أنه هاي الحضارة يعني اللي نبنت بها المنطقة الحضارية كان فيه تواصل يعني كثيف فيما بينها حتى أنه هذا التواصل امتد إلى اليونان يعني فيه شواهد كتير بس خليني هون أقول حول النبوة ما هي النبوة؟ نعم النبوة هي مساعدة الله في إدارة شؤون البشر خلينا نسمي هيك هي التبشير بالألوها وبيوصايا الألوها للبشر هذا أهم الشرقي كان طبعا النخب كما نسمي المثقفين النخب قديما هم مثل الأنبياء دعني نقول حامورابي حامورابي صور حاله على مسلة اللوة 13 قدم اليوم موجودة بلندن تحت فيه كان 300 قانون بقي منهم 282 قانون برأس المثلة حامورابي يركع أمام الله يستلم منه كتاب ومزورة كتاب ومزورة الكتاب الشريعة المزورة للبناء للبناء هلأ شفت مطرح حدا عم بيقول إنه كان في عصى البعض الآخر بيقول ما كان في عصى طلعت بالصورة الموجودة طبعا بالأبحاث التاريخية ما لقيت عصى العصى للرعيجي لتأجيب الرعيجي ما لقيت عصى بس كتاب ومزورة بس هم بدي يفوت على شغلة بأن القبائل حتى قبل الإسلام كان كل قبيلة عندها إله كان كل قبيلة عندها إله وبمكة المكرمة كان هناك يمكن 280-260 صنم وصور للعذراء مريم والسيد المسيح لما دخل محمد إلى مكة طلب إزالة كل الصور كل شيء ليه ما تحت يدي هيك ريت مرة ليه لأنه بده يوحد المجتمع عبر قطعة التواصل بين الماضي أي والحاط والواقع يعني توحيد أن توحيد الله يتطلب توحيد المجتمع حسب ما قرأت ذاته يوم أنه كانت صورة العذرة تردع يسوع هل أزيلوا كل الصور إلا ما تحت يديه يمكن هذه واحدة من الأسباب إذا بدنا نوصل لماذا سميت كتابك الثاني محمد نبيه الإسلام والمسيحي هل مصله نحن نحكي عنه خلينا نقول أنا حول التوحيد 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 وجده من أول ما وجد الفكر الشرقي وظل عنده هم هذا الشرقي أنه يروح يبشر بالتوحيد تبعه يروح يبشر بالتوحيد تبعه نعم، أخنطون مثلا أخنطون كمان وحد الله وعطى صفات الكلي والقدرة العظيم الى آخره وموسى كان أحد أتباع موسى على فكرة أخنطون موسى مصري يعني تحوت موسى تحوت موسى يعني تحوت موسى الاسم مصري فرعوني وموسى كان قائد بجيش أخنطان وقاد حملة عسكرية على أثيوبيا وانتصر فيها وتزوج بنت ملك أثيوبيا حديث تاني صار إذن الألوها حتى إبراهيم بتقول أنه كمان إبراهيم الخليل أبو الأنبياء ولا بنحكي عنه إبراهيم الخليل كان بأور بالعراق اليوم ايه طبعا هو من القبائل العربية اللي نزحت قبل ثلاثة لاف سنة على بلاد مباني النهرين واستوطنت في شمال العراق على نهر الفرات في حران نزل من حران هو وقومه واستقر بالحوض الغربي تنقول بين دجلي والفرات وهناك بعضهم يقول أنه كان ملكا هو ثلاث ملوكين وهو الثالث الثالث هذا قوي علي الوثنيين والذين حربوا فطلع عمل هجرة ورجع على حران ومن حران نزل على الفرات ومر بتدمر قبل تدمر ومر ببعلباك وكانت فلسطين أرض غربته وكمل إلى مصر ومصر أرض غربته وكمل إلى الجزيرة العربية وهناك بقايا بقايا الدين الحنيف ألا بنحكي عنها نعم لأن النبي محمد يقول جئت لأبعث الدين الحنيف أي الدين القويم أي دين إبراهيم الخليل وترت إبراهيم الخليل في الجزيرة العربية أثار للطقوس منها بعد موجودة طقس الصلاة موجودة في القرن موجودة كتابة يعني أو حفرا أو شو كنت فرجيك إيها بالكتاب أين أي واحد هيدا هيدا تسمح تفضل مصلي في حالة الركوع من القرن الثالث الميلادي في ضيعة اسم الفاو بين الطائف ومكة غير طبعا غير الفاو طبعا العراق غير غير ميناء البصرة الفاو قرية اسم الفاو وهذا مأخوذ عن كتاب أثري سعودي عربي والصورة كمان مأخوذة منه ياريت بقدر أحظى فيه بسرعة مش مشكلة أنتو عم بتفتشي مهم يمكن هون يمكن هون هات لنشوف ومصلي في حالة الركوع إذا أعطيت فيه بالأواخر نعم أوكي هذا المصلي في حالة الركوع وجد في قرية اسمه الفاو نعم وبالبحث الأثري بعد 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 هذه حمورابي وبالبحث الأثري تفضل وبالبحث الأثري تبين أن الفاو كانت قرية فيها شارع وهذا الشارع في محلات وراء المحلات في منازل وفي طابق ثاني وهناك مكان لمجرور المياه في قلب الشارع ووجد هذا الاستمثال أو هذه المنحوطة اللي بتجسد المسلم في حالة الركوع هذا يعني هذا يعني تأكيداً لما قاله النبي محمد جئت لأبعث الدين الحنيف دين إبراهيم القوين اللي بيعتبر النبي محمد اللي ألسقت الصفة بالإسلام هي دين إبراهيم اللي يحيي أو يبعثه عن جديد النبي محمد ومن بقايا هذا الدين أو طبعاً الدين هذا تشتت يعني من 1800 قبل الميلاد دين إبراهيم تشتت في الجزير العربي وانما كان وتبعثر لكن بقي ناس تابعينه وكان بقي بمكة المكرمة نعم وسمون الأحناف عبدالله بن روايحة نعم نعم و قسم ساعدة هؤلاء يسمون الأحناف واللي كانوا بعدهم يصلوا ويطلعوا يتعبدوا بغار حراء وينزلوا وشجع وما شجع وما شجع النبي محمد ما لقيت ما لقيت أكيد ما شجع النبي محمد طبعاً كما يقول عباس محمود العقاد أن الأرض طلبت والسماء استجابت أن الأرض العربية طلبت أن يكون هناك مخلص أو نبي يحلص حالة تغيير في هذا المجتمع الراكد والسماء استجابت وطبعاً النبي محمد كان مطلع على هذا التراث الديني اللي كان بعد في بقايا منه واللي كان أجداده كمان يمارسوه يطلعوا على غار حراء عبد المطلب مع أبو طالب والد الإمام علي كانوا يطلعوا على غار حراء يتعبدوا وينزلوا ويوزعوا الحسنات بالعيد الصام الصلاة هذه الطقوس كانت موجودة والنبي محمد لم يقل أني أتيتهم بدين جديد جئتوا لأتمم نعم جئتوا لأتمم هون خلينا نرجع شوي لورا ما أعرف إذا عندك سؤال أنا عندي شي قوله أنه فضلت وحكيت عن كل قوم كان قلن إله مثلاً كنعانيين أو فيما بعد الفنيقيين كان عنده الإله إيل اللي هو هو الله هو الله لأنه كل شيء هالأسماء ميخايل، إسرائيل، إزرائيل كله علاقة بأله ميخايل كله الله حتى الساعداء كان يقول ما أنا ما بسميه الله بسميه إيل برجع له اسمه الأساسي إله الأكبر عندي الكنعانيين إله توحيد إله توحيدي هناك آلهة إله الشمس، إله المطر، إله النار، إله هذه تمظهرات إلهية في كائنات أو في معطيات معينة أو في كائنات معينة هذه تمظهرات للإله يعني سميها روح الله سميها شي بيدل على الله شي بياخد يعني صلاحيات مثل ما أنا رئيس حكومته على الأرض خلينا نروح نحنا على فاصلة إعلانية ونرجع ونتابع معك استاذ أديب نصر الدين فاصلة ونرجع نتابع معكم حلقة الليلة من نقطة فاصلة مع الأستاذ الكاتب أديب ناصر الدين عم نحكي عن كتابينك خصوصي اللي هن ينابيع في المسيحية والإسلام والنبي محمد نبي الإسلام والمسيحية بعد ما قدتنا على بعض اللي نحكى أو بعض مضمون كتابك الأول والموصل على الكتاب الثاني بترتكس فيه على الكتاب الأول عم بتعيد قراءة التاريخ العربي بين التحليل والاستقراء وإبراس كل جوانب المجتمع العربي حتى ظهور الدعوة لأحدث التغيير بالمجتمع العربي مع النبي محمد هل هذه القراءة هي رد على تعصو بين ساد أو تشويه ألحقة بالدين الإسلامي وممكن اعتبار اللي حضرتك أتايت فيه محاكاة للمفكرين متنورين عبر الداريخ أو استكمال لأفكارهم لماذا سميته هاك؟ يعني مفاجئ صعب التسمية مفاجئة نعم خليني نرجع شوي لوراه المسيحية والإسلام المسيحية دعوة أطلقها السيد المسيح راحث على أوروبا بعد عذاب وتنكيل وهذا بثلاث قرون تبنىها قسطنطين نعم الكبير عام 311 إذن أصبحت المسيحية في حضن مناخ أوروبي القانون هو القانون الروماني وبعدين صار يتطور جوستنيان آخر من قانون جوستنيان في هذه العصور بدأ يطلع أفكار لهوتية بين اللهوت والنسوت لدرجة أنه في أنطاكيا غريغوري النسي حسب ما قتها في كتاب إدمون الرباط نعم بعتقد الكريست يعني يسم على فايد الإسلام أو شي بيوصف أنطاكيا الشارع بأنطاكيا بشكل مستهجن أنه إذا فتل عند واحد تسأله عندك بنادورة بيقول لك الليهوت أو النسوت إذا واحد عم تسأله عندك تعبير زيته بيقول عندك بيض حمام بيقول لك أنه المسيح ذو طبيعتين أو طبيعة واحدة إذن كان يستدل على هذه الحركة الفكري والثقافية وكان هناك عشرات الفقهاء المسيحيين يدلون بإراءهم لدرجة أن أسموهم غنوصي آسيا والغنوصي هو من أدخل الفلسفة باللهوت وأعطى نظريات فلسفية لهوتية هي سبقت المسيحية هذا في القرن الثاني إجا مجمع نيقيا وأدانا آريوس صاحب الفكر اللي بيقول أن المسيح ذو طبيعتين وليس إله من إله وإجا مجمع إفسوس 149 وأعطى براءة لنصوروس طبعا النصوري حتى ما ننفوت كثير غضب بابا روما وأرسله إلى الأمبراطور البيزنطي أعتقد كان اسمه قتله على نظهر الفرس وإجا مطرحه أخته تيكارا يمكن تزوجت قائد الجيش وعملته أمبراطور وحضر المؤتمر بابا روما كان اسمه مش بول مهد والأمبراطور وفرضوا مجمع خلق دونيا شو بيقول خلق دونيا يؤكد على ما جاء في النؤمن يلي طلعت بنيقيا ويؤكد على مسئلتين أثار غضب السوريين والمصريين وهي وهي أن المسيح ذو طبيعتين اندمجت ببعض وهو إله من إله أن لكنيسة روما السلطة والأسبقية على كل الكنائس الأخرى الشرق كان فيه كنيسة إسكندرية كنيسة أنطاقية كنيسة نصبين وكنيسة القسطنطينية أصبح في ثورة زمن جوستين الأمبراطور بالأربعمية بأوائل القرن الخامس عشر نكل بالمنفوزيين يلي بعدين أوتاخي أسس هذا المذهب المنفوزي واستمر فيه عقوب البرادة هذا المذهب ذو الطبيعة الواحدة للإله وتجسد القرن الخامس جوستينيان بلش بالخمسمية وسبعة وعشرين للخمسمية وخمسة وستين كانت زوجته فلانا كانت كانت تتعاطف مع المنفوزيين لما ماتت سنة 537 هو بلش 527 توفيت تيودورا توفيت عام 537 بعدها انقلب على المنفوزيين ويصف غريغوري النسي لا عفوا عفوا السوري شو اسمه لسيريان مؤرخ مؤرخ ميشيل لسيريان وعنده موسوعة يصف فيها كيف كان ينكل بأصحاب الطبيعة الواحدة أصحاب الطبيعة الواحدة هل شرح كله تنوصل لأوين؟ ننوصل لماطرح نقول فيه انه وبمصر نفس الشي وصف أحدهم الحرائق جسس تطلع الريحة اللحم المشوي هذا كله جون مازي بيرو جون مازي بيرو مؤرخ كانت نوع من صراعات داخل الدين المسيحي على مزاهب مختلفة لا بس هون المقصود فيه بأن السلطة عندما السلطة الرومانية أو البيزنطية ما كانت تسمح إلا للدين الرسمي وقد أعطت الأولوية لروما تستطيع أن تحرم أي قديس موجود بكنيسة الإسكندرية أو كنيسة انطاقية هون هذا الشعب السوري في القرن الخامس السادس للميلاد طبعا سورية طبعا سورية طبيعية طبعا في القرن السادس للميلاد بالخمسمية وخمسة وستين اقترب قبل مجيء الإسلام ب ثلاث أربع عقود مش أكثر كان هذا الشعب السوري والمصري كان يتمنى أي مخلص حتى يقال أنه لما إجا خالد بن الوليد بمعركة اليرمو ثار وقتلوا الغساسنة وقتلوا قائدهم الروماني سيسيلر اسمه سيسيلر ليه؟ لأنه حسوا وكانوا يندون بعضهم يا أبناء العام الغساسنة من الجزيرة العربية بحملة خالد بن الوليد هون خليني أقول شيء عم أقول هالحكي لأوصل لأقول إن الإسلام أخذ من المسيحية اعتبرها تربى السيد المسيح ابن الله ونفخنا فيها من روحنا بالآية القرآنية للسيدة مريم العذراء إذن تبنى نظرية أن المسيح ابن الله هو بشكل عام فينا نقول إنه كلنا أبناء الله يعني بشكل عام لكن هنا أعطاء ميزي معينة ومثل ما اتفضلت وضع يده على صورة السيدة العذراء ترضى السيد المسيح مش بسهر معلش هون بنهللان ومش عم بصير شيء أنا مرة سمعت أحد المشيخ الأزهريين يمكن كان مفتي أستراليا سؤل عن ما كان الدين الذي ينتمي إله نبي محمد قبل أن ينشئ الإسلام قال كان نصدوريا إبيونيا المفتي عم قلت لك سمعتها بحلقة ما عم قول شيء شيء هون إذا عم بستعمل هذا الكلام تقول إنه كان متأثرا بما سبق وقشت الدعوة أو النبوة أولا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالجزيرة العربية لما مرض تطبب على أيدي أربع رهبان يقال إنهم سبعة لكن أنا تأكدت من أربع عبر المراجع الإسلامية السيري النبوي وغيرها والسيري النبوي على فكرة كتب سبعين سيري نبوي كانت الأولى ابن سحاق أخذ أول من أخذ عنه السيري ابن هشام ولم تكتب السيري النبوي معاصر في زمن النبي محمد كتبت بعدين وهي قصتين بعد مئة سنة كتبت نقلا 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 اللي بدي أقوله أنا أن هذا الإسلام محمد نبي الله نبي الإسلام والمسيحية أخي أول دعوة للصلاة عندما هاجر النبي محمد إلى يثرب إلى المدينة المنورة كانت الدعوة للصلاة عبر الناقوس كما كانت الدعوة في الكنائس وبقت هاي الحالي سنتين بعد الهجرة ثلاثة كانت أولى القبلتين القدس كانوا يصلوا يديروا وجهن إلى القدس إلى العام الثالث الهجرة أداروا وجهن إلى مكة هذه إلى اعتبارات اجتماعية وسياسية ما حنفوت فيها للاحظة إذن كان هناك لما عندما افتتح العرب المسلمين القدس في زمن عمر بن الخطاب طلب بعتقد سافرونيوس كان مطران القدس اسمه سافرونيوس طلب من القائد العربي أنه ليأتي الخليفة عمر بن الخطاب وصل الخبر إلى عمر بن الخطاب قالوا له طبعا الحاشي أو اللي حوليه أنه لا هل أدي تعطي إيمي لل أصر وإجا وعزمه يفوت يصلي بالكنيسة يرفض مش بس هيك عمل سق صلح سق الصلح هيدا لم يذكره في التاريخ إلا الطبري لا ابن أثير ولا السيري النبوي إلا الطبري وفي حكي كثير حوله ماذا قال ماذا جاء في وثيقة الصلح يؤمن المسيحيين على عقائد وطقوس وعادات وأن يبقوا إذا شاءوا شرط أن يخرج أي مسيحي غربي بيزنطي أما المسيحيين العرب فليبقوا في أماكنهم هذا طبعا إذا جينا على أيام الأمويين على المسجد الأموي بيئة 80 سنة كنيسة يوحنى داخل الجامع الأموي الأذان والناقوس ويصلوا المسيحيين والمسلمين على مدى 80 سنة داخل هذا وهذا الكلام تذكر أنا أنه عمل فيلم وثائقية عمله كعدي ما أعرف اسمه الأول جورج كعدي أو شي هيك عن الإمام الأزاعي وحكي هالكلام يمكن الأب آشا أب السرياني السريان أو أشوريين الأب قاشا اللي بدي أقوله أنا مش بس هيك يعني إذا بدي إيجي عدد أمتى السريان يعني سيريا أمتى السريان المسيحيين أخذوا دوره في زمن الأمويين كانوا الأطباء كانوا الكذا مترجمين العباسيين يعني بينما أنا ما أنه محمد نبي الإسلام ما بلش يقول ويقول أنه أنا أو حتى ما نقع بغلط محمد نبي الإسلام المسيحية أنه يمثل القيم المسيحية والإسلامية هيدا اللي بدي أبصي اللي قاله معك لأنه قلنا بالأول هي مش حلقة دينية حلقة إنسانية بدلاش يقول هون حضرتك بتقول بهالكتاب تتساءل عن أصحاب المصلحة من أنه هوا اللي عم بيغيبوا الجهد البشري والإنساني والمعطى السقافي والتراسي بتقديم أطرحات النبي محمد ودين الإسلام فيه ناس عم بيغيبوهم وبتسأل لماذا يتم دائما تغليب العوامل الغيبية في نجاح الإنقلاب الإسلامي على حال الفرقة والضياء شرح لي هيدا بتصور الجوهر اللي بدي أصله بعد كل هذا الشرح طبعا نحنا من خلال هذا الموجز السريع جدا ويمكن تستاهي الحلقات هذا الموضوع غني جدا 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 اللي بدي أقوله أنا أنه الحالة الغيبية هناك طبعا مثل ما قلنا بالأول الأرض طلبت والسماء استجابت بس بدي أخد مثل أحيانا يفسر مجيء آيات القرآنية بغير بيخدوها قنص محكم ملزم دون النظر إلى بيئته إلى زمنه إلى معطياته بيخد مثل لما حملة الفيل أتى فيها أبرها الأشرم لهدم مكة لهدم البيت العتيق في مكة بالقرآن الكريم بيقول أنه لما إجا طبعا أبرها أرسل الله عليه طيورا من أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وانهزم القرآن كتاب هداي وتبشير وليس كتاب تاريخ أما حملة نأخذها مثل نحن أما هناك الكلام واسع جدا في هذا الموضوع إذا أردنا نأخذها مثل أبرها الأشرم أثيوبي حبشي احتل اليمن اليمن قبل انهيار سجد مقرب كانت عقدة التجارة العالمية بين الشرق والغرب لما سقط سد مقرب انتقلت هذه العقدة إلى مكة المكرمة مكة فيها كان أسطول 3000 ناقة تنقل البلاء الحلثي الصيف والشتاء بالشتي في فصل الشتاء هالقافلة تذهب إلى اليمن تتحمي البضائع اللي جاي من آسيا تبنتها بمكة المكرمة وبالصيف تطلعها على دمشق طبعا النبي محمد عمل عند خديجة عند خديجة في هذا الموضوع وأعطي هون لأب الصادق الأمين الصادق الأمين كان صادقا وأمينا في عمله كان غيره يأخذ قلوص أجر هو أعطته قلوصين يعني القلوص هو ابن الجمل هاو رح لي طيس صيف والشتاء كانوا 3000 جمل كانت تملك خديجة منها ألف جمل من أصل يعني تلت التجارة أو عدد التجارة الأسطول معها لما إجا قبرها على اليمن ما لقى شي ولقى هالعالم تروح تحج بمكة ومكة مش لأنها تحج بمش بس إيمانا كان يفتح حول مكة عشر أسواق مش عقاز بس عقاز والذو الخلصة والحسنية عشر أسواق ضخمة جدا وبين هلين لذلك يشتغلوا على شهر الحرم لأشهر الحرم حتى يمنعوا الكتال ما يجوا البدو من خارج المدينة يقتحموا البدو والحضر عم نستطرد كثير بس عم نضيع نتفي عن الموضوع نضل بلد حتى نكمل البقيين إذن لما إذا طلع من أبرها قالوا له مكة هي أخذ كل شيء قال فإذن يا عمي خلينا نلاقي شيء أهم من مكة قام عمر كنيسة بصنعاء ثم سموه العرب القليس نسبة إلى السقف تبعها يشبه القلون سوا وقال عملها في سيفة ساء وعمل فيها تماثيل للأسول بينما مكة كانت أحجار رضم تكاد أن تنهار وبعت عمل لجنة إعلامية من بني خزاعة العرب تدعي للحج إلى القليس قاموا العرب بعتوا حدا وصخ هناك ليس لأنه كنيسة لأنه جاي يضارب على مكة ويأشطها موقع التجارة يعني خلينا من دائم إنتي هون عم بتقول أنه اكتفى القرآن بخبرية وبالوقت اللي التاريخ بفصل أكتر عم بستطرد أنا بس خليني أقول الشي التالي إنه لما طلع قبرها من اليمن حاربوا ملوك اليمن هكذا تقول السيري النبوي لابن هشام ولابن كثير أيضا وبالطريق لقوا قبائل داهس ونعسان وقاتلوا أثر قائدهم وكان اسمه رؤبة أو شي وجيبوا وصل إلى الطائف وبنى تونيك وعمل مركز القيادة بالطائف صح وهو في الطريق نحو خزنا أنت كنت مصاب بزكام بقى معلاش ممنونك إنك جيت أنا قلتلك فعلا كنت مجرب لما وصل على الطائف عم القيادي هونيك وبعد فرقة يدس النبط بمكة راح اتأثرت 200 جمل واجت طبعا قالوا لأهل الطائف إنه بدي حدا يروح معه يقاتل معي قالوا له ما عنا شباب نحن مصيف وإلى آخرين قالوا نبعدتوا معي دلول ما قبروها بيعرف الطريق بس بدوا مشاركة مشاركة عربية باقتحام مكة قالوا له روح يا أبا ريغال وأبا ريغال له قصة بالتاريخ في زمن ناقد صالح وهذه قصة تانية بس راح نجواز نعم أبا ريغال ميت بالليل يقال إنه قتل ودفن في المغمس والمغمس هي بآخر طائف بعد ما انهزم أبرها صاروا العرب يدوروا حول المغمس ويروحوا يرجموا قبر أبا ريغال رمز الخياني بمعنى خلينا نكمل شواء طلب عبد المطلب جده للنبي كان مهابا جدا لما وصل عند أبرها نزل أبرها عن العرش وقعد حده ليش؟ لأنه عبد المطلب جاي وورا ناس آتلوا باليمن آتلوا على الطريق آتلوا بالطائف وآتلوا له الفيل الفيل اللي كان ضربوا الفيل وآتلوا هل بد يقوله القرآن الكريم ما نشتريه لحتى يقوله هاي المراحل كلها على مدى ست سبعة شهر تفى بأنه أرسل الله ديورا من أبابيل ترميم بحجارة من سجيل وأحد الشعراء الجاهليين في ذاك الزمة بالضبط طبعا الشائر العربي كان يبدأ قصيدته بغزل لحبيبته أحدهم هؤلاء الجاهليين يعني هأتمو خضرم أنه عيش الجاهلية وأدرك الإسلام علما أنه اللي رأي بقصة الجاهلية لأنه كان هناك حضارة مش هذا اللي عم نقوله لأنه سماته الجاهلية هون عم نحكي بشيء له علاقة الإسلام صح يعني قبل بعثة محمد بيوم حملة الفيل ولد محمد في زمن حملة الفيل هاي عم تحكي قبل الإسلام هاي مش الحال هاي شاعر الشاعر بيقول آهن لو ترينا يا ردينا صخور تنزل علينا طيب أنا بقرأ بسيري نبوي أن عبد المطالب لما راح لعند أبرها بيقول له يا أبرها خد نص هالبوش والإبل اللي أسرتهم بابتهامة محيط مكة وفرقنا بريحة طيبة قال له لا بدي روح أهده من الكعب الكعبي رجع عبد المطالب إلى كعبي وضرب باب الكعبي حديد وكان يسمع صوته إلى كافة أرجاء مكة فاجتمعوا في دار الندوي التي كان قد بناها جده قصاي وهون في حكاية تاني لقصايب بش أستطرد فيها بس هون بدي أوقف هون بس إذن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ لحتى يفصلنا كتاب هداي ليقول لهم أن الله موجود معكم إن الله لا يغير بقوم حتى يغير ما بأنفسهم والله لا يقاتل عن قوم حتى يقاتلهم عن أنفسهم ويدافعهم عن أنفسهم إعقل وتوكل ألم يقل النبي محمد لزائره بيقول له اربط الفرس بيقول له لا ما أنا بحضرتك قال له إعقل وتوكل توكل على الله بس إعقل وتوكل إذن نحن ليكن لدينا عقل ثم نتوكل على الله منكمل ولكن بعد أن فاصلة إعلانية أخيرة ومنتابع مع الأستاذ أديب نصر الدين منتابع ما تبقى من حوار مع الأستاذ أديب نصر الدين قبل ما نستأنف الحوار كنا عم يفتش هذه الساعة على صورة المسلم اللي عم بيصلي هاي هي الصورة مش المسلم هيدا من نقوش أيام إبراهيم لما حط بالجزيرة العربية هاي هي الصورة هاي أنت بتشبه المسلم كما صار صلي بعدها تشبه حالة الركوع مش السجود هي في ثلاث حالين هو واقف هو راكع وهو ساجد هاي من أيام إبراهيم هاي دي عمره لا أنا ما عم بدعي عم قول عم قول أنه مصلحة الأثار السعودية أو شي مكتوب عندك شو هي نقبت في قرية اسمها الفاو يلي موجودة بين الطائف ومكة المكرمة ووجدت مثل ما قلنا هذا النقش هذا النقش هذا النقش هو مسلم في حالة الركوع في هذا العصر لو صورت والدتي أنا وهي راكعة تطلع هاي الصورة إذن ليش عم نقول نحنا أن الإسلام ليس حالة منزلة بالكامل مش مقصود فيها الشك ولا غريبة بالكامل ولا غريبة بالكامل إذن وحتى النبي محمد كما قلنا وسبق أنه جئت لأتمم مش نيك سميت الكتاب محمد نبي الإسلام والمسيحية إذن هذا التراث يمتد من إبراهيم الخليل إلى المسيحية والإسلام أنا استثنيت اليهودية هنا لأنه إلي مطوري بهذا الحك هذا هو مدخل إلى المناخ الثقافي عشية الإسلام يعني عشية الإسلام كان هناك حضارة كان هناك قانون كان هناك محاولات سبقة النبي محمد على يد كلمة النبي دعونا نأخذها من مثلين ذات يوم أثت إلى النبي محمد سيدة تدعى ركانة بنت رئاب الشن تحاور النبي بعد الحوار سألها من أنت يا امرأة قالت أنا ركانة بنت رئاب الشن قال لها أبوك نبي ضيعه قومه قومه نعم عندما أتى بني ثقيف من الطائف ومن غير الطائف لمبايعة النبي محمد في العام العاشر للهجرة سأل النبي بني ثقيف أين عثمان بن الحويرث قالوا له مات قصا في بلاد الشام يعني خوري نعم والنبي محمد كان يعرف ورقة بن نوفل المثران مكة وورقة بن نوفل كان ابن عمى اللزم لخليجة نعم أم نحكي عن مات قصا في بلاد الشام قال والله كنت أسمعه يقول كلاما جميل وهو يركب على جمل أحمر في عقاز قال أحدهم أنا أحفظ ما كان يقوله عثمان قال له شو كان يقول قال له كان يقول نحنا درسناها بالبكالوريا الأسم الأول نعم ما مات مات وما فات فات وكل ما هو آت آت ليل داج وسماء ذات أبراج وطابع هذا الرجز وهذا الرجز هو أسلوب القرآن الكريم لا هو نثر ولا هو شعر يعتمد شوي السجع ببعض سجع لكن له تسمي الرجز يعني بصورة العاديات والعاديات الصبحة فالمغيرات ضبحة فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة شوف تتابع الحركة إن الله يعني شوف هذا التتابع الحركة إنه فالمغيرات صبحة فالمغيرات ضبحة فأثرنا به نقعة شوف أحصني عم تركض بهالصحرة عم يطلع غبار النقع فصورة سينمائية حية ملونة حتى إذن يعني كنا بحديثنا بأنه هذا الإسلام أتى وكان في محاولات قبله مثلاً ابن جدعان كان عنده مركز ثقافي يأتي إليه القساوسة والرهبان والرجال الدين اليهود والنيرين في مكة وهناك حديث كان النبي محمد يحضر هذه وكانت خديجة عندها ندوة ثقافية كذلك وكسبق النبي محمد هون تتقول تتأكد لي أنه قبل الإسلام كان في حضارة وكان في قوانين وكان في دراسات هون تتحدث تقول كمان أنه المجتمع أخذوا بالاعتبار النبي واشتغل على هالأساس مع الدعوة أخذ هذه المعطيات الموجودة وأخذ تجربة غيره يعني كمان بمتى بقى معنا من وقت لأنه استهلكنا بعض كان بدي استطر تنتفي أنا بمحاولات إصلاح قبل النبي محمد في مكة بس هذه طويلة طويلة خليها بركي لغير مناسبة أنا من هالتج بحضرتك لخطة وفيها جرء أنا حطيتك بمستوى المتنورين بقى معنا المتنور أنه إيه بيقبل أراه الآخرين وبيبحث ما بيأخذ الأشياء مثل ما هي يعتبر كل شي منزل لا فيه منزل هو كلام الله منزل بيت ما بقى عرضة للأخذ ولا العطاء يعني إذا أنا بدي أخذ هالتجربة هاي وضم لتجربة المتنورين إذا ممكن مثلا تساهم بمؤتمرات عم بتصير بالعالم الحوار المسيحي الإسلامي أو حوار بين الديانات جوية بعضها حدا أخذ بهالمفاهيم هيحكيها ولا خلص فيه هذا الشي محرم بالنسبة للحوارات الدينية الإسلامي المسيحي هناك ثلاث مستويات من الحوار المستوى الأول هو ما يقدمه المثقفون من أبحاث وأراء في الموضوع الفكر الديني المتقارب وزول أصل الواحد وهو دي كثر وبتلاقي منهم كثر وهذا أنا بعتبره حوار حوار غير مباشر غير مباشر بين المثقفين يمتد إلى الناس كل الناس الحوار الثاني نعم المستوى الثاني الحوار هو حوار المؤسسات الدينية وأعتقد أنه ما حدا مستعدي يتجاوز نفسه نحن ما بدأش نأنع الآخرين بهالمعنى بس الحوارات نفهم على بعضنا نلاقي أرضية مشتركة ناخده نعطي كبشر على المستوى الاجتماعي مطلوب هذه الحوارات لتعزز العلاقة الاجتماعية أو ما يسمى بالعيش المشترك وهيدا على الأرض موجود شيل شيل العباء الدينية عن السياسة وفصل الدين عن الدولة ساعتها كل الناس بتقبل الآخر كل الناس بتقبل الآخر من هون الحديث بالأحراب السؤال الأخير هل تعتبر أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار اللي أقرت بالأمم المتحدة بطلب من فخامة الرئيس ميشيل عون هل ممكن هكا أكاديمية استنشأ أن تبلور هذا الفكر وتعممه؟ بالأول أنه فخامة الرئيس صراحي الموضوع بأيلول بأيلول الـ 2017 كرروا بأيلول الـ 2018 وفق عليه بأيلول الـ 2019 مئة وثلاثة ستين دولي وكان مطلوب أن استسداء أمريكا وإسرائيل ومين عارض؟ إسرائيل وأمريكا لأنه يخافوا من الحوار إسرائيل تخاف من الحوار الحوار يفضح التورات المزورة القرآن الكريم تحدث عن تورات غير هذه المهم ليس موضوع تورات موضوع مجتمع ديني الديني اليهودية الدولة اليهودية إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم هي الدولة السيوقراطية هي الدولة الدينية طبعا اتهمات بالعنصرية مش اتهمات هي دولة عنصرية هذا الفكر أو هذا الطرح سيؤسس الأكاديميجي يشترك فيها عشر دول وما فوق يوضع لها مخطط وزوايا كراسي كراسي علمي وحوار بيطلع منه طلاب بيطلع منه نخب نخب لكن يجب أن يدرس التعايش مش الفكر الديني بس التعايش الحاجة اليومية للتعايش وهذا اللي بتركز عليه حضرتك أنه أخذ وضع المجتمع بالاعتبار مع البعض الليهوتي أو الإله أنا باعتقد أنه الأكاديمية الحوار هيدي تبقى لنخب معينة بدنا ننزل على الناس أنه بقصد جمع هالفكر طبعاً وتعمله تنزله للناس كلها خاصاً يصير إلى بعد بعد بالدول المحيطة بالدول العربية بالدول المشاركة يا أخي مش دول العربية بس يعني أنا اليوم صار حدث هلأ أموافق أربع دول يمكن على طرح موضوع الأكاديمي ما هيك هو يحتاج إلى عشرة لا أعلم بس هلأ هو أقر وخدوا لشافة الأرض أقر قدمته بلدية الدامور قدمت قطعة الأرض وهذا هيدا كتير شي جميل طبعاً هيدا مدرسة بيعمل مدرسة المدرسة بمعنى مش بس مدرسة فكرية بيعمل مدرسة فيها طلاب فيها أجيال متعاقبة شي جميل جداً خلصت حلقتنا بسرعة ما بعرف ليش حكينا فيها كتير مواضيع متوخزنا كان باعت في كتير قضايا منحكيها باركي منخليني لحلقات سبا آآ لحقة بدي أشكرك أستاذ قديم مصر الدين أنا بشكرك كمان بس أنا بدي أقول شي إنه كل سؤال كل سؤال من الأسئلة اللي تفضلت فيها ويمكن أنت قفيت بعض الأسئلة مثل ما أترى هنا فكل سؤال يحتاج إلى أكثر من الحلقة إنشاء الله إنسان إنسان يعني لما بكون عم نحكي عن شغلي ما فينا نجيب استشهاد من عشرين مؤرخ معك حالو هذا وضع كل البرامج الحوارية اللي فيها عمق أنا بدي أشكرك و بدي أشكر متابعي البرنامج إن كان بلبنان ولا بالعالم وبشكر المعاونية المخرج جارو جبور البلوديوسر تاريز نصيف مهندس الصوت أشرف شقير مدير المسرح اليتومة ونمر ظاهر وزياد أبو عزة وسلين اليهشم بالختام أنا شخصيا بؤمن بأنه علاقتنا بأ الله هي علاقة عمودية بس كتار اللي بدون الله يكون عزوهم فمش عزوهم بختموا بقول عن الله ما عاد عنده فاي عالأرض ما خلوا البشر منزل صبيعه سجر الله ولولا شوي الكين ضب الشمس بشنتة سفر تصبحوا على خير وأمال موعدنا الأسبوع الجاي انترونا اشتركوا في القناة